خلال الفترة الماضية أعلنت عدة هيئات وشركات عن نيتها لتشغيل شبكات الجيل الخامس للاتصالات 5G ماذا يعني هذا الكلام؟ الجيل الأول من شبكات الاتصالات 1G مكننا من التحدث بالهاتف النقال الجيل الثاني 2G سمح أيضا بإرسال الرسائل 3G مكننا من إرسال البيانات الواسعة والإنترنت 4G أعطانا سرعة أكبر وجودة أعلى في كل ما سبق 5G ليس مجرد زيادة في سرعة الاتصال وجودته بل هو ثورة جديدة ستغير حياتنا تماما هو أسرع من 4G بمئات المرات والأهم أن تعطيل إرسال البيانات سيختفي تقريبا سيصل إلى 1 ملي ثانية في حين أن ردة فعل الإنسان تأخذ من 200 إلى 300 ملي ثانية نتكلم عن اتصال آني تقريبا سيمكننا من التحكم بالآلات عن بعد دون تعطيل سيفعل إنترنت الأشياء سنتمكن من تشغيل شبكات سيارات ذاتية القيادة تتواصل فيها السيارات مع بعضها ومع محيطها تكون لها ردة فعل أسرع من البشر بمئات المرات هذا يعني أننا سننتقل بالسيارات بشكل أسرع وأمن دون حوادث بإذن الله الأطباء سيتمكنون أيضا من إجراء أمليات من مناطق بعيدة من خلال التحكم بروبوتات بشكل لحظي وآني والأمر ينسحب على المصانع والمزارع والعمليات الأسكرية وغيرها لكن للأسف كل هذه المميزات لا تأتي بالمجان فهناك شبهات مضار صحية لشبكات الفايف جي على البشر والبيئة موجات الفايف جي تنتقل بترددات عالية وهذا يعيقها من أن تقطع مسافات أكبر موجات فور جي كانت تصل إلى 10 كيلومتر دون انقطاع فايف جي لا تتعدى 300 متر كما أنها لا تخترق الحوائط وتتأثر بالجو بشدة هذا يعني أننا سنحتاج لأجهزة إرسال أكثر بكثير من ذي قبل بين بيوتنا في شوارعنا في مناطق عملنا هذا يمثل مشكلة حقيقية وعائق رئيسي أمام شبكات الفايف جي إحدى الدراسات بيّنت أن موجات الفايف جي عالية التردد تؤثر على البشر والبيئة جلد الإنسان يمتصها بقوة وقد تسبب أمراض منها السرطان لا سمح الله مؤخرا تقدم أكثر من 200 عالم وباحث من حول العالم للأمم المتحدة بأريضة يطالبون فيها بإيقاف تشغيل شبكات الفايف جي لأضرارها المتوقعة على البشر والبيئة